السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين برحب فيكم بقناتي على اليوتيوب اليوم رح أقدم لكم وصفة حلو لرمضان كتير طيبة بعد ما نزلت لكم طريقة عمل الإشطاء قطت لكم أني عملت وصفة حلو وهي هي المفروكة من الحلويات المميزة باللبنان بيعملوها بعجين تلكنافي على نفس مبدأ المدلوء السوري اللي بتنعمل بعجين تلكنافي اليوم أنا رح أحضر لكم ياها بالسميد بطريقة أسهل مثل ما حضرت المدلوء السوري كمان بالسميد إذا تحبوا تشوفوا طريقتها بتلاقوه بصندوق الوصف أول خطوة رح أفرغ كوب من السكر بدي كرملو على نار هادية لحتى يدوب بالكامل ويصير عندي مزيج ناعم خالي من أي تكتلات وهي خطوة كتير مهمة لحتى تصير عنا عجينة رائعة وناعمة وطرية طبعا عم نكرمل على نار هادية حتى ما يحترق السكر يدوب على مهلو وهيك داب بالكامل شايفين كيف صار عندي الخليط هيك بدنايا هلأ الخطوة الثانية رح نحتاج لماء عادي من الحنفية عندي كوب وربع رح أضيفه شوي شوي حتى السكر ما يغلي ويحرقنا ويكبله برا شايفين رح يصير عندي قرص آسة من السكر بعد إضافة الماء فيكن نضيفه حليب بدل الماء كمان متطلع طعمتها لذيذي رح ضمني عم دوب لحتى تدوب عندي كتلة السكر هون فيكن تعلو النار شوي للمتوسطة لحتى تدوب كتلة السكر كله يعتبر بعد ما دابت بدي فرغ هون معلقة طعام من السمني أو بتحطو زبدي هون زوجي الله يعطي العافية عم يساعدني رح أضيف هلأ سميد ناعم أو بتحطو سميد الوسط بس خشن ما حلو بهاي الوصفة عندي هون كوب ونص من السميد الناعم بحرك وبضيف على مهل طبعا التحريك على نار هادية لحتى ما يحترق السميد وبديها ينطبخ كمان مزبوط مع السكر معلقة السمني بتعطيكن طعمي طيبي للعجيني بنصحكم نضيفوها إزا ما بتكون تحطو سمني لتلكم فيكن تحطو زبدي كون طعمتها كمان طيبي هلأ هيك صار عندي المزيج تمام بدي ضيف ماء زهر حطيت معلقة طعام ممكن تحطو ماء ورد حسب ما بتحبو هاي العجيني بتتميز بهاي النكهات فقط بحرك كمان بطبخن لمدة دايتين تلاتي على نار هادية وبرفعن العجيني هيك صارت تمام هلأ بدي حضر سيني أو القالب اللي رح اسكوب فيا العجيني ومدة عندي هادا القالب تبع التشيز كيك دهنتو بالزبدي فيكو تحطو سمني ممكن تحضروا اي وعاء متوفر عنكم ما في اي مشكلة هلأ رح حط نصف العجيني ونصف التاني رح امدو بعد ما اضيف القشطة بلل ايدي بشوي من الزيت النباتة لحتى العجيني ما تلزق على ايد لحتى احصل على طبقة رقيقة بهذا الشكل من مستده ومن ضغطه منيح القشطة رح احطيكم مقطع صغير لطريقة عاملة بنهاية الفيديو ويلي بيحب يشوفها او شافها الفيديو الماضي هي نفسها اللي انا اضفتها اليوم هلأ جزء التاني من العجيني حطيت صيني وكيس نايلون رح مدة واحصل على قرص دائرة شبيه بحجم القرص يلي بقاع الآلة هي هي القشطة بعد ما بردت طلعتها صوت لكم ياها هيك كيف قوامها رح اضيفها وكل ما كانت كتير القشطة بهي البصفي كل ما كانت اطيب هلأ انا ما حطت كل كمية اللي عملتها بقي عندي كمان ادركاسي بس دا كتير منيح وبحاول اعمل السطح كله متساوي بحط الجزء التاني من العجيني يلي فردتها بهذا الشكل كمان بواسطة الكيس بحاول اني اضغط عليها وخاصة الاطراف حتى ما تطلع القشطة بعد هيك برفع الكيس وبجيب سكين بدي حدد سطح العجيني بدون ما نزله لتحت بهذا الشكل بشغل فرن حامي بدي سبت الصينية بالرف الوسط وشغل من فوق ومن تحت او من الاسفل بعدين من الاعلى المهم نحنا بدنا نحمر الصينية شوي لياخد السميد لون حلو وتمزك طبقة القشطة بطلعها يعني بتاخد معكم من خمسة لست دقايق ما بتطول مع المراقبة ازان على نار اويه وبسقيها هلأ بالقطر الساخن لازم يكون القطر ساخن لحتى السميد يشرب القطر ويصير هيكي طري ما يتم قاسي السميد بيحتاج قطر وحلالة هيكي لازم تكون كمية القطر ظاهريا انا هون حطيت 3-4 كوب وطبعا الحلاوي بتعود لكم انتو شو بتحبو فيكن اضيفو بس انا عم لكم لانه السميد متل ما شفته بالمدلوقة السورية بالسميد كتير اضفنا قطر لحتى اخدت هيكي طعم رائع انا كتير بحب هاي الاكلات يلي بيكون فيها كراميل توفي كاكاو نسكافي هيك شي مر بستمتع فيها ما بعرف اذا في ناس ما بتحب فبعتذر منكم بهذا الفيديو يمكن ما فيتكم بالفكرة فلي عشاق هاي النكهات بتمنى تعجبكم وتجربوها هلا خلنا نشوف طريقة عمد القشطة بفيديو سريع بشكل مفصل بترك لكم الرابط لتشوفوه بصندوق الوصف بيوعاء رح فرغ لتر من الحليب طبعا بحط الحليب البداية على البارد يضيف المكونات ربع كوب من السكر تلت كوب من الطحين تلت كوب من النشا الكورنفلاور وتلت كوب من السميد سيمولينا بحرقكم وبذوبهم لحتى ما بقى عندي كتل هلا بشغل النار تكون عالي نوعا ما وبحرك المكونات لحتى يسخن المزيج ببلش بخفف الحرارة شوي بيتقل عندي المزيج بهذا الشكل بطبخه كتير منيح لحتى ما يبقى عندي شي ناي بضيف مطيبات حسب الرغبة اضافت غطى ماء زهر واضافت كم حبت مستيكا مطحوني مع السكر حكيت بالفيديو الماضي ان المطيبات هي حسب الرغبة ضلني عم محركهم شوي لحتى ما يتم اي طعم ناي او مو مطبوخ للمكونات بعد هيك بصير عندي المزيج جاهز بهذا الشكل وناعم حطو ببعاء هلأ هاي الخطوة خيارة ممكن تضيفوها او تستبدلوها رح حط علبة اشطى جامر او بتحطو معلقتين زبدي باخر مرحلة من طبخ المكونات وندوبة بتحصل على قوام اشطى متماسك اكتر هلأ بخليه تبردو شوي بحرارة الغرفة وبغطيه بكيس ملامس لسطح الاشطى حتى ما تشكل عنها اشرة وبخليه بالبراد لتمسك تماما وتبرد بعدين باستخدمها لأي وصفة حلو بدي اياها وحكيت انا بالفيديو الماضي يلي ما شافو شو هني الوصفات يلي ممكن تستخدموها متل القطايف الكنافي المدلوقة البقلاوة وراء القلاج او ممكن مثلا لعيش السراية الراحة محشية اشطى البسبوسي بالاشطى النهش الشامي ممكن حلاوة الجبن شو بتحبو ممكن تستخدموها والاشطى التاني ذكرت اني نزلت العام الماضي بفقس الحليب كمان لكافة انواع الحلويات رائعة المذاق انتو اختاروا الوصف اللي بتحبوها واستخدموها ازا عجبكم الفيديو بتمنى ما تبخروا بالضغط على زر اللايك وعملوا الشير شتركوا بالقناة فعلى زر التنبيهات شوالا بشوفكم في فيديو جديد انتظروني والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة